تتوصف بالحديث أكثر مع ضيفنا ينضم إلينا الآن من القاهرة مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن سيد رامي أهلا بك معنا إن كما استعرضنا قبل قليل المعابر الحدودية تحديدا لسوريا تشكل سجال بين الأمم المتحدة وروسيا وتحديدا معبر باب الهواء لماذا تحديدا هذا المعبر وين تكمن أهميته؟ نعم صباح الخير تكمن أهمية المعبر لأن المعبر يمرر مساعدات إنسانية لنحو أربعة ملايين مشرد سوري نازح سوري يقيمون في محافظة إدلب ومناطق شمال غرب سوريا هؤلاء في مناطق خارجة عن سيطرة النظام السوري ولكن عندما تحدثت روسيا حقيقة الأمر عن أن المعابر تحت سيطرة الدولة أي معابر تحت سيطرة الدولة عندما نتحدث نحن عن الحدود السورية اللبنانية المعابر تحت سيطرة حزب الله لبناني والمخدرات والوقود تمر من اللبنان ومعابر على الحدود مع العراق تحت سيطرة الحج الشعبي لماذا تصر روسيا بأن معبر باب الهواء هو الذي يعطي السيادة للدولة السورية هو يعني محاولة إغلاق المعبار هي فقط في إطار الضغط على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري والواقعة في محافظة إدلب والتي تأوي نحو أربعة ملايين سوري مشرد نازح يقيم في تلك المنطقة إما في مخيمات أما في منازل مستأجرة وفي حال أغنق المعبار ستكون كارثة إنسانية حقيقية على هؤلاء المشردين في تلك المنطقة من الأراضي السورية موسكو تبرر رفضها ربما أنت تترقت لهذه النقطة سعيد رامي بأن هناك معابر بديلة تمر بالعاصم السورية هل هناك فعلا معابر بديلة؟ أي معابر بديلة؟ المعابر بديلة تأتي إلى اللازقية ومن ثم تسرق غالبية المساعدات التي ستسب إلى إدلب لا نتعني قضية المعابر البديلة هي غير مبررة إذا أرادت موسكو أن تحافظ على سيادة الدولة السورية أو السيادة السورية فيجب أن تسيطر على جميع المعابر على الحدود السورية سواء كانت لبنانية أو العراقية وحتى التركية لماذا لا تتحدث موسكو على سبيل المثال عن معبر باب السلامة على معابر أخرى مع العراق؟ لماذا تسر موسكو فقط على هذا المعبر؟ لسبب سياسي ليس لقضية تتعلق بسيادة الدولة السورية وأن تدخل مساعدات عبر دمشق يعني أن المساعدات لن تصل إلى مستحقها اليوم هناك حديث عن مفاوضات حول مشروع قرار عدته إيرلندا والنروج ليبقى معبر باب الهوى مفتوحا هل يمكن أن ينجح هذا المشروع مشروع القرار؟ في النهاية سينجح المشروع روسيا تريد الضغط من أجل الحصول على مكاسب في بقعة جغرافية أخرى من الأراضي السورية قد تكون في منطقة شرق الفراط أو منطقة أخرى ولكن في النهاية لا تستطيع روسيا أن تعمل على تجويع نحو أربعة ملايين مواطن سوري يتواجدون في هذه البقعة من الأراضي السورية بماذا ينذر الموضوع سيد رامي؟ إن لم يتم بقاء معبر باب الهوى مفتوحا ما هي التدعيات؟ كيف سيؤثر ذلك ربما على الوضع الإنساني؟ كارثة إنسانية حقيقية بكل معنى الكلمة وأنا أقول كارثة إنسانية لأن غالبية المتواجدين في هذه البقعة من التراب السوري هم من النازحين الذين يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية إذا ما أغلق المعبر وتوقفت المساعدات الدولية هذا يعني تجويع نحو أربعة ملايين سوري وأقول أنا بصراحة لا موسكو ولا غيرها تستطيع أن تتحمل مسؤولية تجويع ملايين السوريين المشردين في هذه البقعة من الجغرافية السورية التي ساهمت حقيقة الأمر موسكو بتشريدهم شكرا لك سيد رامي عبد الرحمن مدير المصد السوري لحقوق الإنسان كنت معنا من القاهرة